انا مش هاخفيكم سرا يعني اعتقد باين انه يوم من احلى ايام حياتي انا الحقيقة لانه النهاردة انا حستي ان انا عملت حاجة حلوة شاركت فيها اطفال في قمة الجمال قدام رئيس فعلا جابر للخواطر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مبادرة هي من اجمل المبادرات اللي اتعاملت فشكرا في البداية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لهذه المبادرة لان السنة اللي فاتت الحقيقة انا كنت اول مرة اتابعها فعلقت عليها من خلال بوست على انستجرام وعلى تويتر وبعدها بالصدفة بسنة بتجيلي مكلمة من هشام جمال صديقي العزيز مخرج هذه الاحتفالية الرائعة بيقول لي هاني ما تيجي نعمل فقرة في مبادرة قادرون باختلاف اول ما سمعت الكلمة تلو معاك اي حاجة هتقول لي عملها انا معاك فيها فتواصلنا واشتغلنا بروفات خلال الاربع وخمس ايام الماضية لان كنت قابلها في السعودية تلو اول مرجع انا جاهز الاسبوع اللي بعده كله في اي وقت لحد بس معاك الحلقة سيبني اطلع عشان احضر الحلقة واشتغلنا البروفات وبدأنا العمل عليها لحد ما وصلنا لليوم ده يوم الاحتفالية والحقيقة انا كنت بعد السواني والدقايق والايام علشان اشارك النهاردة علشان اشوف فرحة الاطفال والشباب والابطال ابطال ده على مستوى رياضي ممكن زي الفقرة اللي تشرفت بتقدمها او ابطال على مستوى فني او على مستوى ثقافي او على مستوى طريقة كلام ولا باقة على مستوى فن من رسم وعلى مستوى اختلاف القدرات ولكنهم قادرون بكل تأكيد على مستوى اشعار بيعرفوا يقولوها على مستوى القاء رائع اكبر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان يطلب من جديد اعادة قصيدة اتكلمت فيها الطفلة الجميلة روضة صديقتي العزيزة احدى الاصدقاء اللي عرفت اعملهم في خلال الايام اللي فاتت سواء بقى روضة سواء رقية او حتى طبعا عمر او محمود او مش عايز انسى حد او تالية تالية الامر او فريدة صديقتي اللي كانت معايا النهاردة على المسرح او عبد الرحمن او 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 ولكن يبقى النقطة كمان الاحلى من ده هي نقطة جبر خواطر الاهالي الحقيقة انه انت احيانا مع انشغالك ومع تعب الحياة ومع الضغط ومع الطموحات ومع الظروف الاقتصادية ومعها بننسى بننسى النعم اللي احنا غارقين فيها ففي يوم زي ده هو يوم يفكرك انت نعمك النعم اللي انت عايش فيها عاملة ازاي وفي نفس الوقت يفكرك بمسؤولياتك علشان في الاخر احنا كلنا البعض زي ما انت محتاج المساعدة انت لازم تقدم انت كمان المساعدة لان هي عبارة عن دعم متواصل وحلقة متواصلة تشرفت النهاردة ان انا كنت طرف من اطراف هذا العمل شكرا لسيادة الرئيس شكرا للوزير الدكتور اشرف صبحي ومن قبله للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشكرا لكل القيادات في الدولة شكرا ايضا للاتحاد المصري لذوي الاعاقة الزهنية المشرف على تقديم هذه الاحتفالية في المبادرة اللي بتقام في نسختها الخامسة حيا انا ممكن احكي قصص وقصص وقصص من اللي دارت لكن هتكلم بداية عن العشر دقايق اللي انا كنت موجود فيه من نهاردة في نقاشي مع عبد الرحمن ومع فريدة امام سيادة الرئيس وامام كل الحضور الجميل اللي كان موجود النهاردة في قاعة المنارة في التجمع الخامس منذ الصباح الباكر حيث الاستعدادات وحيث التنظيم الجميل وحيث البهجة والابتسامة على وجوه الكل اللي بيساعد واللي بينظم واللي بيتطوع واللي بيأمن واللي بيشتغل واللي بيتفرج واللي المدعو واللي بيدعو حاجة حلوة قوي بنعيشها النهاردة هي جزء من ضمن مشاريع ومبادرات بتشتغل عليها الدولة المصرية يا رب تيجي دايما بالخير ويا رب دايما تبقى قادرة على لمنا ولم شملنا وتقدمنا الى الامام لان احنا بكل تأكيد نستحق دايما الافضل وندعو ربنا ان احنا نحصل على الافضل وكله من خلال الجد والعمل والاجتهاد كما يقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرتنا النهاردة الفقرة اللي تشرفت بالتواجد فيها على المسرح كانت فقرة جميلة قوي خركت فيها انا وعبد الرحمن وفريدة عبد الرحمن وفريدة قدموا نفسهم بعد ما قدمت نفسي قدام كل السادة الحضور واكتشفنا ان عبد الرحمن مصطفى محلل كروي او يرغب في ان يكون محللا كرويا فقلت عمله اختبار على الهوى وقلت ابدأ بالصعب قوي قلت ابدأ بحاجة حصلة بقالها مش اكتر من 12 ساعة مبارح بالليل انا ما شفتش جوان ايرلينج هالند اساسا لغاية دلوقتي بس عارف ان ايرلينج هالند جاب خمس جوال مبارح قدام لوتون تاون فقلت اضرب السؤال كده ابدأ بالصعب واشوف المود عامل ايه بتاع عبد الرحمن لقيت وقال لي خمس جوال قدام مين لوتون تاون جيت اخير السؤال قال لك وفي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قلت لا ده واضح ان التحدي صعب قدامنا محلل كبير اسمه عبد الرحمن فسألته اسئلة تانية فكانت له اجابات جميلة تعالوا نستعرض الجزء الاول من هذه التقديمة امام السيد الرئيس ونرجع نكمل مع حضراتكم